لم يكتفي رئيس النظام السوري بشار الأسد بالمشاركة في القمة العربية الأخيرة التي عقدت بمدينة جدة السعودية بل انطلق منتظراً لما يراه ضرورياً لتطوير العمل العربي المشترك عودة نظام الأسد إلى المنظومة الرسمية العربية بعد 12 عاماً من المقاطعة يكشف بحسب ما يراه كثيرون عن عمق التطورات التي شهدتها المنطقة منذ انطلاق ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وما لحق تلك الثورات من تغيير لبعض الأنظمة السياسية قبل أن تتحطم أمواج التغيير الشعبي على صخور الثورة المضادة التي صنعها النظام العربي الرسمي الذي بدى في قمة جدة وكأنه يعلن بيان النصر على ذلك الحراك وربما يعلن كذلك عن ولادة نظام عربي جديد وبالنظر إلى أن بشار الأسد لم يقدم أي تنازلات تذكر مقابل عودته إلى الجامعة العربية فإن هذه العودة تبقى في رأي محللين رمزية أكثر منها حقيقية فالدول العربية لن تخرج عن الخط السياسي للمجتمع الدولي متمثلا في قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن المصالحة الداخلية في سوريا والإفراج عن المعتقلين وإعادة اللاجئين وهي النقاط التي لم يبدو نظام الأسد منشغلا بتحقيقها في المدى المنظور كما أن علاقة نظام الأسد بإيران لم تطرح للنقاش الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بحقيقة ما جرى في جدة وهل كان محاولة عربية لسحب البساط من تحت الأقدام الإيرانية بشأن سوريا أم أنه كان اختراقا إيرانيا للمنظومة العربية لا سيما بعد اتفاق عودة العلاقات السعودية الإيرانية الذي وقع مؤخرا بين البلدين برعاية صينية من هنا يرى المحللون أن الاعتراض الأمريكي على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية لن يكون ذا تأثير يذكر إذ إن الأمر ربما يرتبط بنظام عالمي جديد تتم بلورته عبر التنافس وصراع النفوذ بين أوروبا وأمريكا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى تتم بلورته عبر التنافس وصراع النفوذ